أعلن وزير الخارجية الروسي سرغي لفروف أن العناصر الأولية لصفقة القرن الأمريكية بشأن التسوية في الشرق الأوسط تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وأكد لفروف أن هذه الصفقة بشقيها الاقتصادي والسياسي إذا كانت تهدف إلى ضمان بقاء اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء إلى الأبد فإن هذا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو إن صفقة القرن لم تعرض على أحد ولا يمكن التوصل إلى استنتاجات بشأنها دون الاطلاع على نصها الكامل